استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيهاب بدوي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون ضبط التسلح مالوري ستيورد جاء ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها المسؤولة الأمريكية للقاهرة لتباحث حول أبرز القضايا الخاصة بالجهود الدولية لنزع السلاح وضبط التسلح هذا وتناولت المشاورات بمشاركة الخبراء من الجانبين أهم الموضوع عدت الصلاة بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك جهود رئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للنزع السلاح مطلع العام الجاري والتطورات دات الصلاة بالمعاهدات الرئيسية الخاصة بنزع السلاح النووي وحضر انتشاره بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية